وللحديث أكثر حول ملف الأسرى المرضى داخل السجون الاحتلال ينضم لنا من مدينة رمالة مناصق الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين السيد أمين شومان سيد أمين أهلا بك بداية رغم خطورة الحالات التي يعانيها الأسرى المرضى والذين يقارب عددهم 500 داخل المعتقلات ما زالت مصلحة السجون تواصل رفضها بالإفراج عنهم وفي المقابل أيضا ترفض منحهم العلاج الذي يحتاجونه كيف تقرأ هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال رغم التنديد بها عربيا ودوليا هذه سياسة جديدة قديمة تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسران المرضى وأسران بشكل عام داخل السجون الإسرائيلية الأسير سامي أبو دياك الآن هو من أخطر الحالات المرضية الموجودة في سجون الاحتلال وقد سبقه أو توازت حالته معه الأسير الشهيد بسام السائح حيث أن الأسيران يعانيان من مرض السرطان منذ فترة طويلة أي بمعنى أنهما أصيب بالسرطان منذ أكثر من أربع سنوات واستمرار سياسة الأمال الطب المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق هذان الأسيران أدتا أولا إلى ارتقاء الشهيد بسام السائح إلى العلا شهيدا قبل أسبوع من الآن والآن يأتي الدور على الأسير المرض بالسرطان سامي أبو دياك إذا ما تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال واستطاع أن يحتضن والده ووالدته قبل فوات الأوان وخاصة أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت طلب التماس بالإفراج المبكر عنه بسبب سوء حالته الصحية رغم كل المناشدات من كل المؤسسات الحقوقية والدولية سواء العاملة في الأراضي الفلسطينية أو الموجودة في هذا العالم الحر والديموقراطي حول الانتهاكات واستمرار سياسة الأمال الطب المتعمد بحق الألاف من أسرانا في السجون الاحتلال إلا أن إدارة مصلحة السجون ما زالت تستفرد بالأسرى المرضى ولا تقدم لهم العلاج المناسب وهناك أكثر من 800 أسير فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة ومتنوعة داخل السجون الإسرائيلية أبرزها كما قلت الأسير سامي أبو دياك الذي يسارع الموت البطيء بسبب إعطائه العلاج الكيموي منذ أكثر من ثلاث سنوات ويذكر أن الأسير سامي أبو دياك أصيب بالسرطان بعد خطأ طبي أرتكب بحقه في السجون الإسرائيلية حيث تم اكتطاع جزء من أمعائه ونتيجة هذا الخطأ وعدم الاستمرار في العلاج المناسب أدى إلى إصابته بالسرطان منذ ذلك الحين سيد أمين هناك عدد كبير من الأسرة استشهدوا نتيجة حالتهم الصحية داخل المعتقلات كان آخر حالات الاستشهاد هذه الأسير بسام السايح كيف تتعامل الجهات الفلسطينية مع هذا الأمر؟ يعني هناك جملة من الملفات أو سلسلة من الملفات الجاهزة والتي تم ارتكاب فيها سلسلة من الجرائم بحق أسرانا في سجون الاحتلال هناك ميصر أبو حمدية عرفات جردات نصر تقاطكة بسام السايح الآن ترتكب جريمة نقراء بحق الأسير سامي أبو دياك وهناك محمد براش ويسري المصري ومعتصم ردات وجميعهم مصابون بالسرطان حيث أن المعاناة تزداد يوما بعد يوم في ظل هذه الانتهاكات المطلوب أن يتم رفع هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي إبطاء أو تأخير ولكن مع الأسف كافة الأبواب تغلق الآن أمام بحث هذه الملفات حتى من قبل الجنائية الدولية وكأن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها من قبل المؤسسات الحقوقية في التعامل مع ملف الأسرى المرضى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث لا يسمح لمنظمة أطباء بلا حدود ولا لأي لجنة تقصي حقائق دولية أو من منظمة الصحة العالمية بالاطلاع على أوضاع أسران المرضى وبالتالي الاطلاع على ملفاتهم الطبية وتقديم العلاج الطبي المناسب لهم وإجراء الفعوصات الدولية كل ستة أشهر حتى لا تتفشى الأمراض في أجساد الأسرى ومن ثم يرحلون شهداء سيد أمين أنت تتحدث الآن عن أسرى يعانون من السرطان يعني هم يصارعون الموت حاليا هل من تحرك شعبي ضاغط الإفراج عن هؤلاء نعم بالتأكيد هناك إرسال مذكرات إلى كل المؤسسات الحقوقية العاملة هنا في الأراضي الفلسطينية وكذلك إرسال مذكرات إلى المفاوض السامي لحقوق الإنسان منظمة الصحة العالمية مجلس حقوق الإنسان وكذلك مع كل الدول الصديقة والشقيقة والتي تمارس ضغوط حقيقية من خلال مؤسساتها الحقوقية والقانونية على دولة الحكوم اليميني المتطرف في إسرائيل وعلى إدارات مصلحة السجون ولكن كل هذه الجهود تلاقي صدا من قبل إسرائيل إذ أن خارجية إسرائيل ترفض إدخال أي مؤسسات حقوقية دولية أي لجنة أطباء أي أعضاء من البرلمان الأوروبي للإطلاع على ملفات الأسرى المرضى الأسيرات الأسرى الأطفال الأسرى النواب الأسرى المضربين إضراب مفتوعة عن الطعام حيث ستة من الأسرى الآن قد تجاوزوا ستين يوما في هذا الإضراب المفتوعة عن الطعام وأوضعهم الصحية خطيرة للغاية المطلوب أن يكون هناك موقفا واضحا من قبل كل المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الاستجابة للإفراج أولا عن الأسرى المصابين بأمراض السرطان والذين أصبحت أيامهم معدودة والمثال على ذلك الأسير سامي أبو دياكا الذي ترفض المحكمة العلية الإسرائيلية الإفراج المبكر عنه رغم معرفتها الكاملة أنه يقضي أياما معدودة في سجون الاحتلال نعم نشكرك جزيل الشكر منصق لهئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان كنت معنا من استوديوهاتنا في رام الله